إلا أننا في هذه الحلقة الاستثنائية أحببنا أن نسلط الضوء على نموذج فريد من نوعه الحقيقة أننا كان لديه قبل كده تجربة في برنامج مع الشباب في بداية ظهوري على شاشة قناة الرحمة وبعد ظهوري برنامج بسنوات طويلة تبعه هذا البرنامج وهو برنامج من الحياة ومع هذه السنوات الطويلة كلها إلا أن أصغر ضيف أستضيفه في حياتي كلها هو الذي يكون معنا في حلقة النهاردة إن شاء الله كلكم عارفين إن النهاردة اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل عام أصبحت تظهر كثير من المواهب سواء كانت مواهب بتقدم أشياء نافعة أو للأسف الشديد يسمونها مواهب لكنها لا تقدم أشياء نافعة في الجانب الآخر يعني ممكن تقدم مشاهد مبتدلة حتى هم أطفال ممكن يطلع طفل على الفيسبوك والسوشيال ميديا يطلع يشتم وقول ألفاظ مش كويسة ويحصد ملايين مشاهداته وأهله وأسرته مبسوطين بيه جدا وقول لك ولده بلعبه بيعمل حاجة مفيدة وبدخلين دخل كمان وللأسف الشديد هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله وكمان هناك كثير من القنوات الفضائية تورطت في صدافة أمثال هؤلاء الأطفال وتقدمهم على الشاشة على أنهم نماذج وقدوات وبالتالي أصبحوا يحصدون الشهرة والمال وفي نفس الوقت كثير من الأطفال زميلهم في مختلف ربوع العالم لما بيشوفهم بيقدموا على شاشات التلفزيون كمواهب نافعة ويكرموا وما إلى غير ذلك بيتشجعوا أنهم يعملوا نفس المضوضة لا سيما أنهم سيحصدون على المال والشهرة لذلك إحنا في برنامج من الحياة في كل فترة بنحب نقدم نموذج ناجح ونقدم موهبة نافعة تنفع أسرتها وتنفع مجتمحها وتنفع الدنيا كلها بما تقدمه من أمور نافعة بإذن الله لذلك معنا في حلقة اليوم طفلة جميلة جدا هي الطفلة نور المكي نور وهي عمرها خمس سنوات ختمت كتاب الله عز وجل كاملا مش كده وبس إلا أنها أيضا تحفظ كتاب الله بأرقام الآيات وأرقام الصفحات أيضا ومش كده وبس نور كمان هي أصغر كاتبة على مستوى العالم بتكتب قصائد وتكتب مقالات في مجلة الأزهر وغيرها أيضا من المجلات مش كده وبس نور كمان رغم صغر سنها ولله الحمد والمنة بتكتب القصائد وتلقي القصائد والأشعار بفضل الله عز وجل بطريقة طيبة جدا نور معنا النهاردة وهي عمرها سبع سنوات سبع سنوات ونقول في هذا اللقاء قبل أن نقدمها للناس كلنا نقول ما شاء الله اللهم بارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يقيها شر الحسدين